كما صدر يوم أمس بيان مشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وأكد القادة من خلال البيان التزامهم بتطوير التعاون المشترك في سبيل دعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي ومعالجة الأثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وضمان مرونة سلاسل الإمدادات وأمن إمدادات الغذاء والطاقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر